السلام عليكم إسرائيل ويجب إسرائيل نهائيا وهذا ببساطة بسبب عدد من الشروط واحدة من الشروط هي أن حركة حماسة تطلق صراح جميع الأسراء الإسرائيليين إن كانوا أحياء أم أموات وإسرائيل تريد هؤلاء الأسراء أن يكونوا أحياء مقابل أعداد كبيرة من الأسراء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وكذلك يجب على إسرائيل بمجب هذا الاتفاق أن تنسحب من كافة أنحاء قطاع غزة وأن تكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة تدلي 42 يوما وعلى هذا الأساس إسرائيل رفضت هذه المسألة ومباشرة ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليرفض هذا التطور وهذه الصفقة وبدأت فجأة إسرائيل باقتحام مدينة رفح ورأينا القنابل الضوئية وهي تتساقط على هذه المدينة المهمة للغاية بهذه الطريقة بدأت عمليات القصف وبدأت عمليات الاجتياح ولكن إسرائيل حضرت نفسها تماما بشكل كبير لإقتحام رفح في العشرة أيام الماضية هي حضرت لساعة الصفر ولم يأتي الأمر بشكل مفاجئ بالنسبة لها خاصة وأنها هيئت وحشدت لواءين من أهم ألوية جيش الدفاع الإسرائيلي لإقتحام رفح نتحدث عن اللواء 401 المدرع وهذا اللواء يطلقون عليه اللواء مسارات الحديد وهذا اللواء تأسس في عام 1966 شارك بالعديد من المعارك أهم المعارك هي في قطاع غزة الحرب على غزة في عام 2008 وفي عام 2014 وكذلك لديهم تجارب واشتباكات مع الجيش المصري كذلك في سيناء وبالتالي هم يعرفون المنطقة تماما ويعرفون قطاع غزة وهذا اللواء مختص تماما بما ممكن أن يواجههم أو يواجهونه على المستوى التضاريسي وغيرها والمدن في غزة وكذلك أيضا اللواء الآخر هو اللواء 84 الميكانيكي هذا اللواء تأسس في عام 1947 من أقدم الألوية في الجيش الإسرائيلي وشارك أيضا في العديد من المعارك من ضمنها الحرب على قطاع غزة في عام 2008 لا بل أن هذا اللواء كان أساسا متمركزا في قطاع غزة قبل عام 2005 جاءت 2005 وانسحبت إسرائيل وبالتالي هذا اللواء أيضا لديه تجربة كبيرة في قطاع غزة على هذا الأساس إسرائيل تهيأت بشكل كبير لهذه العملية وقامت بعملية تحشيد هذين اللوائين على شكل ثماني تجمعات أو ثماني ثكنات عسكرية بالمدرعات والدبابات ثلاث نقاط أولا تأتي باتجاه الحدود مع قطاع غزة في هذه النقاط تحديدا وكذلك في ثلاث نقاط عسكرية أخرى تأتي بهذا الشكل التقريبي وأيضا هناك فرقة من الفرقة 162 الإسرائيلية التابعة للواء 401 لواء مسارات الحديد الذي تحدثنا عنه أيضا تجمع في هاتين النقطتين باتجاه معبر كرم أبو سالم للقيام بعملية الاقتحام طبعا باتجاه مدينة رفح وهذا تم إثباته من خلال صور من شركة بلانت بالأقمار الصناعية هي التي أكدت هذه التحشيدات والتكتلات التي نراها الآن وإذا ما أخذنا على سبيل المثال ثلاثة أمثلة الفرقة والتحشيدات التي تأتي في هذه النقطة وهذه النقطة وكذلك هذه النقطة التي تعتبر هي النقاط الرئيسية ومن الدبابات والمدرعات الرئيسية التي شاركت بهذه العملية لنذهب ونقترب من هذه النقطة في القمر الصناعي الآن وسنلاحظ أن النقطة الأولى للفرقة 162 التي نتحدث عنها وهي كانت جزءا طبعا كبيرا من العملية التي بدأت مساء يوم أمس هذه النقطة على سبيل المثال كانت بهذا الشكل في شهر أبريل في نهاية شهر أبريل حتى ولكن الأمر تطور وتحول التحشيدات وأصبحت هناك تحشيدات كبيرة في الثالث من مايو وأصبحت جاهزة كما نلاحظ هنا قبل هنا بعد وكذلك نتجه إلى النقطة الأخرى التي أشرنا لها بحسب طبعا شركة بلانت للأقمار الصناعية تلاحظ هذه هي النقطة الأخرى كانت فارغة تماما في شهر أبريل ولكن في الثالث من مايو أي في الأربعة أيام الماضية أصبحت فيها تحشيدات كبيرة للغاية من الدبابات والمدرعات كما ترون واضح جدا هذا الأمر أما النقطة الأخيرة التي أشرنا لها كمثال لكي نعرف ونفهم كيف تجمعت هذه الدبابات والمدرعات وتهيئت لما رأيناه يوم أمس هذه النقطة أخرى أيضا حدودية وتأتي على نقطة حدودية مع قطاع غزة هنا قبل وهنا بعد بعض التجمعات طبعا واضحة وعلى التماس مع قطاع غزة المنطقة بشكل عام أساسا تغير شكلها على المستوى الميداني هناك كانت صورة بهذا الشكل تقريبا في الثامن عشر من أبريل وحتى العشرين من أبريل ودعونا نركز على عدد من النقاط على نقطة هنا تقريبا وهنا وكذلك هنا وسنلاحظ أيضا أن هذه النقطة تغير لونها وتغير شكلها وكذلك هذه المنطقة أيضا قد تغيرت لاحظ هنا قبل وهنا في الثالث أو الرابع من مايو كيف تغيرت لاحظ أن هناك طرق ومسارات اللون تغير يوضح لك أن هناك تحشيدات للدبابات وإسرائيل هيئت لهذه الثكنات للقيام بعملية التقدم باتجاه رفح وواحدة من المسارات طبعا الواضحة هو هذا المسار الذي بناه الجيش الإسرائيلي من أجل التقدم في نهاية المطار بالتالي إسرائيل عندما بدأت بتنفيذ هذه العملية وجاءت ساعة الصفر هي لن تستخدم فقط الألوية المدرعة والميكانيكية لا أبدا بل إن كانت هناك طائرات الحربية مشاركة كذلك المروحيات وحتى القوات الخاصة الإسرائيلية وبدأت العملية في بادي الأمر بضرب الكتائب الفلسطينية الأربعة الموجودة في رفح بدأوا بعمليات قصفها في بادي الأمر وكذلك أيضا قاموا بعملية إطلاق القنابل الضوئية أطلقوها إلى شرق رفح طبعا مما نراه هنا هي تبدو وكأنها إلى الجنوب ولكنها في المفهوم الحقيقي من الخارطة الرئيسية هي الشرق ولكن دعونا نتحدث عن الجنوب قنابل الضوئية هنا قنابل الضوئية هنا وقنابل كذلك ضوئية باتجاه الغرب وعلى هذا الأساس هذه القنابل الضوئية طبعا من شأنها أن تكشف مواقع الفصائل الفلسطينية كذلك تجعل المدنيين يبتعدون من هذه المنطقة أو على الأقل يختبئون لأن هناك عمل عسكري قادم وإيضا نشر القنابل الضوئية في كل مكان ممكن أيضا أن يشكل تمويها إلى الفصائل الفلسطينية بأن من الممكن أن تكون هناك انزالات في الخلف وغيرها وبالتالي هي تربك بشكل عام الطرف أو القوة المدافعة وإسرائيل فعلا بدأت بعملية الاقتحام وعملية الاقتحام في نهاية المطاف وهذه العملية بأكملها أدت إلى مقتل عشرين من عناصر حركة حماس كما تحدثت إسرائيل دمروا ثلاث أنفاق من خلال هذه العملية وكذلك أيضا قاموا بتدمير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف إحداء الدبابات أو رتل من المدرعات تمكنوا أيضا من ضربها وتمكنوا من التقدم باتجاه رفح لكن أين تقدموا يا ترى؟ هنا السؤال الأهم هم تقدموا على مستوى محورين المحور الأول هو بهذا الشكل من معبر كرم سالم وبمحاذاة الحدود مع جمهورية مصر العربية ووصلوا إلى معبر رفح وسيطروا عليه بالكامل والطريق الآخر هو الطريق المعبد الذي رأيناه قبل قليل وتقدموا باتجاه حارة البيوك وقاموا بالتمركز في هذه المنطقة في نهاية المطاف وإذا ما حاولنا أن نتأكد من هذه المسألة ونحاول أن نقترب من النقطة الأولى الآن لكي نتأكد هل فعلا هم تحركوا بهذا الشكل فهذه النقطة هي النقطة التي جاء إثبات عليها من الصور المصورة من قبل الجيش الإسرائيلي تحديدا من اللواء أربعمائة وواحد المدرعة الذي تحدثنا عنه ظهرت صورة بدبابة تتحرك بهذا الاتجاه شجرة باتجاه قطاع غزة وشجرة أخرى باتجاه جمهورية مصر العربية وستلاحظ هنا هذه الصورة متطابقة مع صورة الدبابة والمدرعة التي كانت تتقدم باتجاه غزة لاحظ هو نفس الطريق شجرة باتجاه قطاع غزة وشجرة باتجاه جمهورية مصر العربية والمقطع المصور طبعا للفرقة 162 التابعة لللواء أربعمائة وواحد وهي تتقدم بهذا الطريق كما نلاحظ مباشرة بمحاذاة الحدود مع جمهورية مصر العربية باتجاه معبر الرفح وكانت هذه اللحظات الأولى من صباح هذا اليوم عندما بدأت المدرعات تتدفق باتجاه معبر الرفح وهذه هي التأكيدات من الجانب الإسرائيلي بتصوير من طائرة مسيرة بأن الدبابات الإسرائيلية أصبحت حاضرة ومسيطرة طبعا على معبر الرفح الذي من الممكن أن يكون نقطة مؤذية لكل شيء ليس فقط للفصائل الفلسطينية طبعا الموجودة في قطاع غزة لكن أيضا للمدنيين هذه مسألة وهذا معبر تدخل منه العديد من المساعدات وبالتالي الحركة كانت من هذه النقطة وعلى طول هذا الخط على مسافة 2.7 كيلومتر إن أخذنا الحدود طبعا 4.4 كيلومتر وصولا إلى هذا المعبر معبر رفح أما الخط الثاني والأهم باتجاه حارة البيوك التي تحدثنا عنها شاركت بهذه العملية طبعا اللواء 84 الميكانيكي الإسرائيلي ولكن أين يا ترى كان هناك أيضا تصويرا من أحد الجنود الإسرائيليين وهو يصور نفسه بأنهم قد وصلوا إلى نقطة معينة كما نلاحظ لم تحدد إسرائيل بالضبط أين وصلوا في هذه المنطقة لكن الصور طبعا تكشف أين تواجدوا تلاحظ هنا مبنى صغير مبنى كبير في الخلف نقطتين مرتفعة بهذا المبنى وهذا مبنى آخر مع بعض الخزانات الماء باللون الأبيض وباتجاه هذا المبنى الذي نراه هنا هناك أيضا مبنى آخر ونلاحظ أن هناك أيضا مجموعة من الأشجار بهذه البساطة نستطيع طبعا تحديد هذا الموقع إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي سنلاحظ بأن هذه العلامات تتطابق مع نقطة تأتي باتجاه حارة البيوك فعلا وهذه المنطقة التي نراها هي المنطقة المتطابقة والتي تؤكد أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى هذه المنطقة دعونا نتوقف هنا وسترى أن كل شيء مما رأيناه متطابق مع هذه الصورة التي ركزنا عليها وهذه خزانات الماء طبعا واضحة أمامكم وهذه مسافة لهذا المبنى وهذه الأشجار وهذا يوضح ببساطة أن الجيش الإسرائيلي فعلا قد وصل إلى هذه المنطقة المقطع المصور كان من هذه النقطة تقريبا من الدبابة الإسرائيلية مما يوضح أنهم تقدموا تقريبا على مسافة 2.7 كيلومتر من كرم أبو سالم مباشرة إلى هذه المنطقة وطبعا هذه تعتبر تطورات كبيرة بالنسبة لما هو قادم لرفح الدبابات الإسرائيلية أصبحت هنا وأصبحت هنا تقريبا الواضح تماما أن إسرائيل تقدمت إلى مساحات فارغة هذه ليست مساحات مكتظة بالسكان حتى أن الفصائل الفلسطينية حركة حماس تحديدا لم تشتبك بالأعداد الكبيرة إسرائيل قالت بأنها قتلت عشرين مقاتلا هذا يعني أن الفصائل الفلسطينية تركت هذه المنطقة لن تشتبك بشكل كبير لم ترد نهائيا أو لم تبحث عن أي عمليات اشتباك في مساحات مفتوحة لأن هذا أمر سيكون ضدها هي لا زالت تسيطر على المساحة الأكبر من مدينة رفح لا زالت تمتلك أيضا هناك عديد من المدنيين موجودين في الداخل لا زال هناك أسرى لا زال هناك ضغط دولي متوقع أن يكون هناك خسائر بين المدنيين لا حول ولا قوة لهم طبعا المدنيين في ظل هذه الظروف ولكن قد تكون هناك خسائر بسبب هذه العملية لكن إسرائيل واضح جدا أنها تبحث من خلال التقدم لمعبر رفح كمرحلة أولى على ما يبدو بسيطرتهم على هذه المنطقة بالكامل الآن بأنهم قد يبحثون للتقدم إلى معبر فلادلفيا والسيطرة عليه بالكامل لعزل هذه المنطقة عن جمهورية مصر العربية لتخفيف التوتر مع جمهورية مصر العربية وكذلك أيضا استغلال المساحات المفتوحة مع مشاركة المزيد من القطاعات على الفصائل الفلسطينية وطبعا السيطرة على معبر فلادلفيا سيحاصر الفصائل الفلسطينية القادة الخاصة بهم وكذلك يفتح بابا لعمليات خاصة لإنقاذ الأسراء إن بقي منهم أي شخص حيا في ظل الشروط القادمة من حركة حماس ليس واضحا كيف هذا الأمر ممكن أن يكون حقيقيا كم منهم أحياء حتى هذه اللحظة لكن أيضا الأهم يجب أن ننتبه بأن عمليات القصفة الإسرائيلية مستمرة قد لا تكون هذه المرحلة الأولى قد تكون هي في حقيقة الأمر عبارة عن مرحلة كاملة والحرب فيها مفاجآت كثيرة هناك قصف في مدينة رفح كما نلاحظ كبير على مواقع للفصائل الفلسطينية كما تتحدث إسرائيل تحديدا وهذا القصف خطيل للغاية التطورات طبعا التي جرت أدت إلى ارتفاع خام البرينت النفط الخام البرينت قد ارتفع كما تلاحظون بعد عملية انخفاض مستمرة لمدة خمسة أيام بهذه الطريقة ها هو يعود للارتفاع وكذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة يو اس اس دوايت آيزنهاور قد عادت إلى البحر الأحمر لمواجهة جماعة الحوث مع كل هذه الظروف بعد مغادرتها لهذه المنطقة منذ العاشر من أبريل وكنا أمام أنباء تتحدث أن يو اس اس هاري ترومن ستكون قادمة من فلوريدا مباشرة إلى هذه المنطقة لكن يو اس اس دوايت آيزنهاور أسرعت وطبعا عادت بسرعة إلى البحر الأحمر من أجل على ما يبدو التصدي لأي عملية تصعيد بسبب ما يجري في رفح اشتركوا في القناة